واحد صاحب يجاب لللابتوب بتاعه بيشتك ان هو بقى الاداء بطيء جدا سواء في الالعاب او في الاستخدام الطبيعي بالرغم من ان اللابتوب هو مش اقدم حاجة هو جيل ثامن فبالتالي كنا محتاجين نطوره شوية فقررت انا وهو ان احنا هننزل نشتري SSD M.2 ورامتين كل رامة 8 جيجا بسرعة 2666 ودي السرعة اللاستحملها اللابتوب بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريب ما تنساش اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وترزع اللايك المتين وتشاير الفيديو عشان اقدر اوري الناس ازاي فكيت اللابتوب وغيرت الرامات وركبت SSD عشان خاطر الناس تشوف واحدة واحدة وهنحتاج مفكين مفك صليبة ومفك عادة وطبعا الفرش عشان التنظيف احنا دلوقتي هنفك اللابتوب ونصحتي خد بالك وانت بتفك اللابتوب لو ما عندكش الخبرة كافية بلاش تعمل حركة دي علشان ما تكسرش الظهر والظهر هنا مربوض مبسمار واحد فهو سهل شوية الفك لكن في لابتوب تاني لا هنستخدم المفك العادة عشان نطلع الكليبس حتى هتسمع الصوت دلوقتي بتاعت الكليبس وغيرتونطر كده الظهر تفك وزي ما انت شايف فاخد بالك عشان في لابتوب تاني ممكن يكون صعب شوية زي ما انت شايف الظهر دلوقتي مليان طراب واللابتوب مليان طراب شوية فهنحتاجنا اضافه تنظيفة كويسة كده قبل ما نكمل بقى متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وترزع اللايك المتين اول حاجة بقى هنعملها ان احنا نفك الرمات القديمة واحدة واحدة كده في كليبسين من الجنب هنبتدي نفكهم واحدة واحدة هنفك واحدة طرف الاول يمين وبعد كده طرف الشمال هتنطر معايا الرمى وهاسحبها على طول كده الموضوع ببساط وانا بقول لك بعيد عليك تاني لو مش هتعرف تعمل خطوات دي نصحتي ما تعملش الحركة دي او ما تعملش الموضوع كله من الاول عشان خاطر ما بقاش حاجة في الجهاز في الرمى التانية برضه هننطر جنب الواحدة والجنب التاني هتنطر معايا الرمى نقدر نسحبها بكل سهولة خلاص كده بعد ما فكرنا الرمات بقى نبتدي نجيب الفرشة بتاعت الاسنان القديمة تكون نعمة ونتدي بقى في المراوح كده ندعك المراوح واحدة واحدة ايه عشان نطلع التراب براحة خد بالك ان المراوح دي شوية بتبقى حساسة وما تخليهاش تلف معاك دوران سريع عشان ما تبصش فواحدة واحدة كده على المراوحة وانت بتنظفها الاول بالفرش عشان تطلع التراب او تفتت التراب اللي متكوب وبتدي بقى نظف اللاب توب كده واحدة واحدة المراوحة التانية او اللجناب او اي حتة شايف فيها تراب ابتدي نظفها واحدة واحدة زي ما انت شايف بقى كده هنبتدي ننظف واحدة واحدة المراوحة وبراحة وانتفتت التراب اللي بيبقى ماسك على المراوحة وتقريبا بيبقى متكون من كتر الحرارة وسرعة الدوران فبيجمد على المراوحة فواحدة واحدة بعد كده هنجيب اي فرشة بقى تشتريها من عند اي موان الفرشة دي تقريبا تعمل عشرة جنيه او خمستاشر جنيه تمام عشان خاطر الريش بتاعها بيقى طويل شوية فهيقدر يوصل للتراب تحت والتنظيفة دي تنظيفة سريعة كده المفروض كنا نفك اللابتوب بس كنا مستعجلين انا هنا بقى قررت استخدم البلاور بس استخدام خفيف جدا خليته على اقل حاجة كوت اقل حاجة وضغطات بسيطة قوي بحيث اطلع التراب زي ما انت شايف هتلاقي فيه تراب طلع دلوقتي معاك كده بطلع بس التراب اللي انا فرقته بالفرشة علشان لو نزل على المظهر برضو والحاجة يبتدي يطير واحدة واحدة ولازم تمسك المروحة عشان ما تخليش المروحة تلف عشان لو خليت المروحة تلف سرعة المروحة او سرعة الهوة هتخلي المروحة بوز فوانت بتستخدم البلاور سواء بقى على اللابتوب او على البيسي حط دايما يدك على المروح عشان ما تلفش هنجيب دلوقتي ادي الرامات اللي جبناها جبنا رامتين الرامات اللي كانت ركبة في اللابتوب او كانت او اربعة واربعة احنا جبنا بدلناها بتمانية وتمانية الفين ستمائة ستة وستين دي سرعة السرعة اللابتوب او هيحتاجها وهنتي نركبها يا دوبك هندخلها في مكانها كده ونضغط عليها لتحت بس عشان ايه تركب مكانها كده خلاص نركب التانية اول ما تركبها كده هتدخلها هتدخل السنو في مكانها ويدوبك هتدوس دوسل تحت خلاص هتسمع صوت الكلبسات حتى دلوقتي اللي هنعمله ان احنا هنركب الاس اس دي ام دوت تو وهنا اللابتوب هو موديله اه كان في يعني احنا بصراحة اتفاجئت بالموديل ان موجود في المكان اللي ام دوت تو طبعا فتحت اللابتوب قبل ما اشتري الحاجات دي عشان اعرف اللابتوب هنعمل في ايه اه ومحتاجين له ايه وبعدين ننزل نشتري يبقى متأكدين الحاجة اللي هنشتريها تكون تنفع اللابتوب انا جبت الاس اس دي متين ستة وخمسين تمام ام دوت تو الاس اس دي هيحرك الجهاز كتير ويفوقه ونصحتي لازم 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 سواء عندك بيس او عندك لابتوب او عندك ماكبوك لازم تركب اس اس دي اه اما يكون ام دوت تو او اس اس دي عادي لأ انت لازم ستتأكد قبل ما جيب ان جهازك بيدعم الام دوت تو ولا لأ لازم هيركب اس اس دي عادي فانت الحركة دي نازم قبل ما تشتري تفتح اللابتوب زي ما انت شايفين كده فكنا المصمار وهنركب دلوقتي الاس اس دي ونربطه مرة تانية وبعد كده بقى ايه المفروض هنبتدي ننظف الظهر بتاع الجهاز ونقف الجهاز ونبتدي نسبت عليه يلا نجيب الظهر كده شايفين الظهر عامل ازاي الظهر عايز يتنظف تنظيفة محترمة فاحنا دلوقتي اللي هنعمله هنجيب فوتا فايبر ونبتدي بقى ايه هنوسع الكلام ده ونشيل اللابتوب ونشيل بقى المفكات والفرش والعلب بتاعت الرمات والاس اس دي ونبتدي بقى نوسع مكان كده عشان ايه اطراب ما يبواصش الدنيا يلا بقى تعالوا انتوا كده ايه على جنب عشان نبتدي نشتغل خدوا بالكم يا جماعة العلب دي بتبقى هي الضمان بتاع الرمات او الاس اس دي خدوا بالكم العلب العلب هي بتبقى الضمان طبعا الفاتورة شيء مهم ولكن برضو العلب بتبقى بالضمان عشان لو لو اس اس دي في حاجة او الرمات فيها حاجة هترجع بالعلب عشان السريل وكل حاجة بتقوم بتسجيلة انا عارف انا بتسجيلة برضو على على القطع بس برضو حافظ على العلب زي ما نشايفين دلوقتي نبتدي بقى ننظف كده بالفوتا الظهر تمام تنظيفة كويسة كده ونمسح كل حاجة اا يعني بيعنيها شديدة هنجيب بقى الفرشة من عمد الموان عشان شعرها طويل فهنبتدي ننظف بقى ايه الظهر اللابتوب تنظيفة برضو كويسة ننزلوا التراب ما بين الفتحات بتاعت التهوية بتاعت اللابتوب علشان خاطر يدخل تهوية اكتر طبعا براحة بقى كده واحدة واحدة ونظف الظهر نفسه من ورا برضو الفتحات اهتم بالفتحات عشان الفتحات دي هي اللي بتدخل الهوى واكيد متراكم عليها تراب انها تحتها المراوح طبعا بقى احنا بهدلنا الترابيزة فهنمسحها مسحة حلوة كده عشان لما نرجع نجيب اللابتوب مرة تانية هنجيب اللابتوب هو كده بالنسبة لنا خلاص اللابتوب ركبنا الرمات الجديدة وركبنا الاس اس دي وطبعا هو فيه الهارد اا واحد تيرا فاحنا مش محتاجين وده البطارية بتاعته بلت ان الحجم السود الكبير ده بطارية بتاعته بلت ان ركبنا الظاهر كده ونبتدي بقى نقفله بالمصمار تمام حتى هتسمع صوت التكة وانا بقفله نقفل المصمار كده ويبقى كده خلاص اللابتوب بالنسبة لنا جهز ونبتدي نديله النظام الويندوز وانا هنا هستخدم نظام ويندوز حداشر عشان هو كان صاحبي عايزه قعد تقنعه انه لسه شوية بس هو كان مقتنع بقى عايز نظام ويندوز حداشر في اسرع وقت فاحنا اصلا تقريبا هو عمل الحركة دي كلها وطور اللابتوب عشان ويندوز حداشر اكتر من من اللابتوب نفسه فكده ضفنا له ويندوز حداشر زي ما انتم شايفين وجهز سبت عليه طبعا هنبكمل بقى تعريفات ونكمل شايفين اول حاجة كارت انفيديا طلع علينا ان احنا مفروض نحدث التعريف بتاقه فهنبتدي واحدة واحدة نحدث التعريفات موسيقى